السلام عليكم خوتي واخوتيتي ومرحبا بكم جديد في قناتكم أخبار أبلادي اليوم خوتي في هذا الفيديو جبتكم شوي أخبار على فلسطين وإسرائيل وأيضا دور الجزائر في هذا الأمر كنت حكيتكم في السابق على الدور البطولي الليدر وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف وكيف أثرها على الجميع وجعل كل القادة العرب والمسلمين يغادرون مجلس والاجتماع في مجلس الأمم أثناء حديث الممثل الإسرائيلي هذا الموقف كان مشرف ولكن للأسف الشديد خوتي الآن أنا أحكي لكم من موقف آخر ولكنه ليس مشرف عميد مسجد باريسة والي هو جزائري الأصلة ناقض موقف الجزائر وفي الحقيقة تعاطف مع الكيان الصهيوني يعني تعاطف مع اليهود وبدأ يعني يصف حماس بالإرهاب هذا الأمر أغضب الجزائريين كثيرا وأغضب المسؤولين الجزائريين وطبعا لم يسكتوا على هذا الأمر أهلا في الأخبار بخصوص الجزائر رح نشارك معكم تفاصيل أخت أخوتي وكأنها من فيلم هوليوود أتخيلوا معي أخوتي عصابة في الجزائر تختطف شاب وتطلب من عائلته مبلغا ماليا هذه المظلة نشوفها غير في الأفلام بتاع هوليوود خوتي ولكن على عكس الأفلام الهوليوودية المجرمين شوي عباقرة هنا شوي حمير الشرطة تمكنت من القبض عليهم حمد لله ونشكر الشرطة على هذا الأمر رح نشارك معكم التفاصيل عن هذا الموضوع كيف خطف الشاب كيف بحث شرطة قاتوا كل هذه الأمور رح تفاجعكم أيضا في الأخبار يعني حماس ره غاضبة لأن المعركة لم تصبح عادلة الآن بعدما انضمت أمريكا إلى الحرب فأحد المسؤولين في كتائب القسام تحدث عن هذا الموضوع بغضب يعني قال مريكا لا يدخل في روحها أيضا في الأخبار وبعد قطع الانترنت على قطع غزة يعني إسرائيل راي ديرا رايها ثماك وما كانش الكثير من التغطية لأنهم أيضا منعوا صحف الجزيرة والآن مساكن يعني الفلسطينيين ما عندهمش الانترنت ثم لا قاعدوا يطالبوا بحاجة واحدة من أغنى رجل في العالم يطلق لهم الانترنت لأنه أغنى رجل في العالم عنده انترنت خاصة ما يتبع لحتى دولة وعنده أقمار صينعية ذلك نشرح لكم الأمر بالتفاصيل الخاطئين وفي الأخير راح نشارك معكم فيديو لخبير عسكري أمريكي سكوت رايتر يتحدث عن الأوضاع في الشرق الأوسط ويتحدث كيف حماس راهي راح تغلب أمريكا وإسرائيل وكيف أن الجيش الأمريكي الآن تراجعت قوته ولم يصبح الجيش الأمريكي اللي كان عليه في السابق أيام العهدة للصوفيات وما إلى غير ذلك ويتحدث أيضا كيف هي إيران أصبحت أقوى مما تتخيل أمريكا وأصبحت حقا تشكل تهديدا لدرجة أن أمريكا ما غزيت هاش كما غزيت العراق وأفغانستان تتفاجئوا من هذا الأمر خوتي لكن هذا الفيديو نخلوه للتالي لأنه فيها معلومات مهمة كما شفتوا خوتي هذه هي أبرز عنوين الأخبار اليوم ما لا يجب أن تبقوا معنا حتى الآخر لكي تعرفوا كامل التفاصيل وأيضا كم تعرفوا كود أرجوكم قبل ما نبدأوا الفيديو أدعموكم بالضغط على زر الإعجاب أعكم علي باكم خوتي الكثير من الناس أيضا يستقصوني يقولوا لي هل هي راك تدير في العناوين الألوان والألوان ومنش عارف خوتي يعني باكم باللي الآن اليوتيوب والليات أرهيفة بزيف ولو كان زعمل نكتب لكم الكيان الصهيوني ولو نكتب لكم إسرائيل ولا فلسطين في العنوان والله هذا الفيديو ما يقعدها نهار غير طير دي جاكراني نهضر فيها وراني فيه هدف في تهديد الحذفة ملا فهموني خوتي نضربهم بالألوان باش يكونوا عم بينهم ونهضر على الألوان ولكن في الحقيقة نحط الثامنيل وفي الصويرة تعالفيديو شفتوا نكتب كلش ملا سعفوني أرجوكم خوتي وراني شرحتكم الموضوع لأنه يجد الكثير من الناس يتسألوا حول هذا الموضوع يلا خلونا نروحوا إلى يعني بالفيديو عميد مسجد باريس يقول على حمس أنها إرهاب وأيضا يتعاطف مع الكيان الصهيوني اللي سقطوا 7 أكتوبر يعني هم يهضروا بزيف على 7 أكتوبر ولكن عدد ضحاية إسرائيل مزادوش من هذك النهار يعني 1400 إسرائيلي مات من السبعة حتى للتسعة أكتوبر وهذاك العدد ما زيتش أطلع لأنه الفلسطينيين رمي موتوا كل يوم وهذا الأحمق الغبي البغل يعني سمعت أيضا واحد في التعليقات قليب نوع شويرك حصلت في حمار البغل هذا يا الجزائري اللي هو عميد مسجد باريس راح تضامن مع الإسرائيليين ونساء خوتي الفلسطينيين لأنه خوتي في فرنسا الآن مكيش ليتضامن مع الفلسطينيين لأنه لو كما شفتوا يعني جوار الجزائري بن طالب تحدث عن هذا الموضوع وتم فصله من اللادي الذي يلعب معه نيسا الآن عميد مسجد باريس الجزائري راح تضامن مع الكهين الصهيوني يعني شيء مؤذف جدا كنت قلت لكم تحدث لكم على موقف مشرف لرئيس وزير الخارجي الجزائري أحمد عطاف في اجتماع مجلس الأمم لكن الآن رانا نشوفه شيء معاكس طبعا هذا لم يكن بوافقة من الحكومة الجزائرية هذا الأمر هذا السيد مثل نفسه فقط خلال استضافته في مقابلة تليفزيونية في قناة بيفام الفرنسية بدأ الإمام ذو الأصول الجزائرية متحيزا بحيث تحدث مطولا عن عملية طفن الأقصى واصفا ما حدث بالمجزرة المروعة تمكن تسمعوا مجزرة المروعة وتقولوا يعني الضحايا هم فلسطين من الواضح خوتي العدد الموتى في فلسطين رفت 7500 يعني مشددا على ضرورة التعاطف مع الضحايا 7 أكتوبر شكونا هما الضحايا 7 أكتوبر في ميسكم خوتي الإسرائيليين اللي ماتوا المستوطنين اللي كانوا حاغرين الفلسطينيين لكن لم يدين حفيظ الجرائم المستمرة للإحتلال الإسرائيلي يعني ما أدنهاش في حق الفلسطينيين العزل بينما فضل التعبير بشكل مباشئ على أنه لا يساند موقف السياسي الفرنسي جون لوك ميلونشون يعني خوتي اللي يفهم الفرنسي نخليكم تتفرجوا بعضا من هذا الفيديو تتفرجوا بشكل موقع 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 وزعموا يهضر على 7 أكتوبر وقل بلي شفنا جرائم فضيع ما شفنا والو ما كان حتى فيديوهات تثبيت هذا الأمر كين رهائن شفنا الرهائن بلي طاقوس راحهم وأيضا بخصوص الجرائم وقتل الأطفال وهذا الأمور اتضح أنها كلها أكذيبة وهنا الآن زعمار يتحدث كيف أن الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة كانوا في أيام الحرب ما يقتلوش الأطفال والنساء والرسول لنهاهم على ذا الأمر شوفوا شكل راح قدامه خوتي انا نظن بلي هذا هو اللي راي سيطر له على عقله شوفتو خوتي ويعني الفيديو كومبلي كمل هكذا ما تتعاطفش مع الفلسطينيين وقالهم بلي زعمة هذية ليس من صيفات المسلمين وهذا زعم حماس ما همش مسلمين لأن الإسلام يقول لك بلي ما تقطعوش حتى الشجرة لأن الشجرة فيها حياة وكل هذا البلبلات أخوتي تتموشراكم من هذا الموقف المخزي لعميد مسجد باريس جزائري الأصل خبرونا لكم في التعليقات أيضا الجزائر كل عام تمد مجموعة من النقود لمسجد باريس لكي يستمر فهل ترون أنه يجب على الجزائر أن تتوقف ولا ترون أنه يجب أن يتم تغيير عميد مسجد باريس يعني أخوتي الجزائر ليس لها أي يد في تغيير عميد المسجد ثم أخبرونا لكم في التعليقات حول هذا الموضوع خلونا نكمل في فلسطين وذلك نرجعوكم للقصة تاعة الهوليوود الجزائرية الآن القيادي في حركة الحماسة لبركرة غاضب توقع أنه لتندلع هذا الحرب راح يكون هناك يعني حرب بينهم وبين إسرائيل فقط لم يتوقع أن تقوم أمريكا بإعطاء إسرائيل بالمزيد من الأسلحة وليس هذا فقط وإنما إرسال الجنود أيضا ودعم إسرائيل وإرسال الدبابات والأسلحة وكل هذه الأمور إلى فلسطين من أجل غز وغزة قال لك دخول الولايات المتحدة القيادي في حركة حماس دخول الولايات المتحدة الأمريكية في الحرب إلى جانب إسرائيل لم نحسب له حساب ولم نتوقع أن تشارك في الحرب لكن خوتي هذا علي بركة يتحدث هك أما القيادي في حركة كتائب القسام أبو عبيدة فهو دائما يقول أنه سيمزقهم إربا إربا وهذا ما يقوم به أبو عبيدة ثم شاكم خوتي في هذا الموضوع قابلنا لكم في التعليقات في الخبر الآخر راكينا الآن في التويتر الكثير من النشطاء في التويتر رامي يطالبوا إيلون ماسك رامي يقولون من فضلك أنقذ الأرواح وقم بتوفير ستارلينك لغزة وقالوا ماذا بارتاجيوا من فضلكم هذا السيد خوتي يسموه دكتور سام يوسف وعنده بي ايش دي معنته وعنده الدكتورة في العلوم السياسية وحقا معظم الأخبار اللي نجيبها تكون من عنده هو ويتحدث على أمر مهم جدا هذه هي الرسالة اللي رامي يرسدها كل الناس ورويد مواقع التواصل الاجتماعي إلى إيلون ماسك قالوا له ماذا معنتها ستارلينك خوتي؟ ستارلينك هي مجموعة من الأقمار الصناعية التي توفر الأنترنت وتوفر الأنترنت حبرة مختلف مناطق العالم طبعا نحن في الجزائر خوتي نقدروا نديرها ولكن تسقامنا ببقرة وبنتها الانستلاسيون تحها تسقام عشرة ملايين وتخلصوها مليون أظن مليون في الشهر لا لا مئة دولار في الشهر الآن الفلسطينيين هذا هم الأقمار خوتي اللي يكونوا هكذا في اللي يجوزه في اسم هكذا طبعا إيلون ماسك يقدر يوفرها إلى الفلسطينيين لماذا خوتي رامي يطالبوا إيلون ماسك بتوفيرها إلى الفلسطينيين في الحقيقة لأنه اسرائيل والكينا الصهيوني قام بمنع الانترنت على الفلسطينيين والآن لا يمكنهم تغطية الحقيقة لهذا رامي يقولوا أنقذ الأرواح ينقذ الأرواح من خلال أنه يخلي الناس تشوف الحقيقة هذا الأمر يمنع الإسرائيليين من القيام بمجازر عشوائية دون الحساب لها فهمتوا على رامي وقفوا الإنترنت والإتصال والأكل والغذاء والغاز والتري سيتي والماء وكل هذه الأمور رامي يغموا في الشعب الفلسطيني وميخلوش العالم يسمع بيها الآن الأمور راي في يد إيلون ماسك وصراحة خوتي يعني البوادر الأولى من هذا الأمر لم تعجبني لأنه اللي كتبت هاشتاغ لا هايلي خوتي يعني راي متصدرة متصدرة تريندين كماراكم تشوفوها هاي تشوفوا معي راي تريندين رقم اثنين هاشتاغ ستارلينك فور غازا واحد فاصل ثمانية وتسعين مليون بوست وطبعا خوتي باطل العالم اللي قاعد نحبه جاكسون هينكل أيضا يتحدث على هذا الموضوع وقال إسرائيل is a terrorist state ودر هاشتاغ ستارلينك فور غازا باش يعني يتمكن الفلسطينيون من تغطية الأوضاع هناك الآن يلا نروحوا إلى القصة الهوليوودية ونختمها بالفيديو تعال خبير العسكري الأمريكي كيتحدث على أمريكا قلتوكم بلي عصابة في الجزائر خطفة أطفل والشابة وطلبت من عائلة تاعه غنيمة ولا مبلغ مالي باش دعم تطلق صراحه لكن الأغبياء ما درسوش الخطة تاعهم مليح وتمكنت الشرطة من القبض عليهم قالك تعرض مؤخرا الشاب يبلغ من العمر 21 عام عرح كبير المهم قالك خطفوه هو في عمر 21 عام وخطفوه مسكين ولكن أخوتي غير هذو العصابة الدونجي قادة تقولوا أه لو كان جيتانا ولا غير له بلع ما حسب الجمراء غير لي كويتو وما يفهم بالموقف غير لي طاح فيه قالك تعرض مهم هذا الشاب بلغ من العمر 21 سنة لعملية اختطاف من طرف ثلاثة أشخاص على مستوى بلدية الخريسية بالجزائر العاصمة وسمها الخريسية يا أخوتي المهم زعم عليهم ما خيروش فليسة أسهل عليهم راحوا لبنادم في عمر 21 سنة هذا عصابة أغبية هذه الحركة الغابة الأول مهم قالك حسب ما أفد به بيان لمصالح الأمن فقد تمكنت الشرطة من تحرير الشاب من قبضة مختطفية في نفس اليوم الذي تعرض فيه لهذا فعل الإجرام يعني نفس النهار عصابة فاشلة قالك أكد بيان مصالح الأمن أن المختطفين متكونين بثلاثة أشخاص طربوا عائلة الضحية بمبلغ مليار ومئتين مليون كان جوليدين نقولهم أدوه عندكم خاتي ولكن سيري مليار ومئتين مليون وذك على الجرح يكملها طرح يسون داخل الحبس قالك أفدت ذات المصالح أن فرق الشرطة القضائية بيدراريا باشرت تحرياتها فور تلقيها البلاغ وذلك باستغلال كل الوسائل البشرية والتقنية حيث تم تحديد موقع الضحية المحتجز وتوقيف المتورطين في ظرف وجيز طبعا يوم واحد هوليوود ماذيروهاش قالك وأشار بيان مصالح الأمن إلى أنه تم تقديم المشتبه فيهم يوم الأربعاء الماضي أما موكي الجمهورية لدى محكمة القليعة خاتتي واشاكم في هذا الأمر واشاكم بهذا الفيلم الهوليوودي جخلط خبرونا عليكم في التعليقات الآن نروح نشوفوا مع بعض فيديو مهم جدا يعني راح ندلكم كما العادة نخليلكم الترجمة من أبي ما كاناش معليش خاوتي نترجم لكم شوي واش راح يقول شوفوا معي الفيديو كانت كانت كانة واحد الوقت أن هالي كانت أمريكا تقدر تهبط سبعمية وخمسين ألف جون دي في منطقة في الشرق الأوسط وتبدل قاع القصة والأوضاع في أيام على أقصى تقدير يعني أمريكا كانت قوية بزيف قلهم الآن راي عادنا يعني شغل عوقها فقط من الجيش العظيم اللي كان عادنا بكري ما تقدر تدير والو قدرة إيران على إغراق أي سفينة أمريكية تغيرت كثيرا وأصبحت إيران قوية قلهم باللي وأمريكا الآن راي ولات تعرف باللي إيران ولات قوية وحتى إيران على بالها بل هي قوية والآن إيران راي يعني ولت شجاع في الأمر ولت يعني تخرج وتعلن أنها تريد أن تصبح مسيطرة على المنطقة هذه وقلهم باللي إيران عندها كامل الحق لتكون قائدة مسيطرة على المنطقة اللي راي عايش فيها قلهم الآن إيران عندها الحق تكون لاعب ضخم في هذه المنطقة لأنها حقا قوية ولن تسمح لأمريكا وإسرائيل بالاتفاق مع دول الخليج بيش يبلع لها فمها ويسيطر عليها قلهم بفضل الصين أصلحت العلاقات التاحة مع السعودية ورام يمشوا في الطريق صحيح قلهم بللي الولايات المتحدة الأمريكية الآن راي تظهر عدم الأهلية التاحة في التعامل مع الدول الأوروبية وأيضا الدول الأسيوية وقلوا نضمن لك بللي ذكها لو كانت تروح للبنتاجون يعني وزارة الدفاع الأمريكية تدخل ثمك تلقيهم في حال الطوارئ رام يقولوا بللي خلاص ما نقدرش نتعامل مع الواضحة الآن في إسرائيل قلهم بللي إحنا رانا أصلا دي جارانا بروك مع تارانا مفليسين وزيد من تارك زدت أزمتنا الأوضاع في الشرق الأوسط ورق راح تعطي إسرائيل 100 مليار دولار مع دنش دراهم بش نمدوها لها لأنه لو كان الآن ذك إيران تدخل في هذه النزاعة إسرائيل يعني قصة النفط في الشرق الأوسط تتعدم كما صرت 1974 لعاقبة سعودية أمريكا بمنعها عن تصدير البترول لها قلهم يسرى نفس ذلك السيناريو قلهم ما بدون هذاك النفط اقتصاد العالم راح ينهار قلهم ما بدون هذاك النفط اقتصاد العالم راح ينهار قال لك أمريكا الآن على بالها باللعبة راهي في يد إيران وعلى بالها باللعبة لإيران ودول الشرق الأوسط مثل السعودية رامسيطرين على الوضع بالبيترول للتحام قال لك أمريكا الآن راي على بالها بهذا الأمر ملا أمريكا راي حاكمت إسرائيل وقالت لها شوفي يا إسرائيل غير استمتع مليح هذه اليامات وطردقي أكثر قدر من البنايات لراك راح تطردقيها لأن أمريكا لا تهتم لحياة المواطنين الفلسطينيين هو راي يقول هكذا خافي قال لك أكثر قدردقي كما تحبي من البنايات وكثلي كما تحبي من الناس قال هو لكن زعما أمريكا تتحدث مع إسرائيل بعد هذا لازم تتوقفي لأنه ما نقدروش نروح أبعد من هذه النقطة لأنه الوضع سيكون سلبي بالنسبة لنا وهذا قد يكون نهاية نيتنياهو أنتم أخوتي يشراكم في هذا الموضوع ونشراكم في حديثه الخبير العسكري سكوت رايترز حول هذا الموضوع خبرونا لكم في التعليقات إذا راكم قعدتوا معنا حتى الآن أشكركم جزيلة الشكر إذا لحكتوا لهذا النقطة من الفيديو أخوتي أنتم أعز المشاهدين بالنسبة لي أكتبوا لي في التعليقات بلي راكم لحكتوا ونعطيكم على قلوبة شكرا لكم على المشاهدة وسنلتقي مع المزيد من الأخبار ومواضيع إلى اللقاء اشتركوا في القناة